تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تستضيف مملكة البحرين فعالية النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الدولي للاتحاد الخليجي للتكرير خلال الفترة من الثالث عشر إلى الخامس عشر من فبراير الفين وثلاثة وعشرين في مركز البحرين الدولي للمعرض بمنطقة الاسخير ويعقد المؤتمر والمعرض بتنظيم من الاتحاد الخليجي للتكرير بالتعاون والتنسيق مع وزارة النفط والبيئة وبدعم مختلف الشركات البحرينية والخليجية والعالمية وأعرب سعادة الدكتور محمد بن مبارك من دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ عن بالغ الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يليه سموه من متابعة ودعم مستمر لقطاع النفط والغاز ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين مشيرا إلى أن الرعاية الكريمة من سموه لفعاليات المؤتمر تأتي للتأكيد على همية المؤتمر كإحدى الملتقيات العالمية على مستوى الشرق الأوسط في قطاع النفط والغاز والبترو كيمويات مشيدا بالتعاون القائم بين الاتحاد الخليجي للتكرير والجهات المنظمة الأخرى وزارة النفط والبيئة في تحضير وترتيب هذه الفعالية المهمة التي تعتبر منصة استراتيجية رائدة في قطاع التكرير وأكد سعادة الوزير بأن المؤتمر سيكون منصة استراتيجية وفرصة متميزة للاستفادة من المشاريع الاستثمارية والابتكارات الإبداعية بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع المتخصصة لمواجهة مختلف التحديات التكنولوجية والتمويلية والتصنيعية فضلا عن تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال